أهلا بكم أثار بلاغ رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم والقاضي بتعديل أمر الدفاع رقم 6 الذي أجاز إنهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص والاتفاق على تخفيض أجور العاملين في بعض القطاعات المتضررة لشهري أيار وحزيران ردودا متباينة في الشارع وتصدر هاشتاغ إيقاف قانون الدفاع الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حيث تفاعل الأردنيون مع الهاشتاغ معبرين عن استيائهم من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة مشيرين إلى أن قانون الدفاع أربك المجتمع وزاد من ارتفاع نسبة البطالة في الأردن فيما لقيت تعديل ترحيبا من لجنة العمل النيابية الذي اعتبرته خطوة إيجابية لصالح الحفاظ على العمالة القائمة ومواجهة تحديات كورونا على الحياة الاقتصادية ويخدم جميع الأطراف تعديل أمر الدفاع أجاز تخفيض أجور العاملين في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة بنسبة 30% بالاتفاق مع الموظفين في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي وبإرادتهم الحرة كما أجاز تخفيض أجور العاملين الذين لا يعملون وغير المكلفين بأي عمل بنسبة 60% كما أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب قانون العمل فيما منح البلاغ العامل الأردني حصرا حق التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون أرقام صادمة أبهرتها دراسة لمركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية حول أثار أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن والواضح من نتائج هذه الدراسة ارتفاع نسب البطالة قد تشهد أرقام غير مسبوقة في الربع الثاني من هذا العام للحديث عن نتائج الدراسة ينضم إلينا في الاستوديو السيد أحمد عوض رئيس مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أهلا وسهلا بك سيد أحمد أهلا بك نتحدث عن الدراسة التي أظهرت أرقام خطرة يعني مؤشرات خطيرة في مدى تأثر وظائف وعمال العاملين في الأردن عن نتائج هذه الدراسة كما سنرى بعد قليل على الشاشة في هذه الأرقام نتحدث عن الذين توقفت أعمالهم نسبة 40% هذا صحيح حقيقة بداية هذه الدراسة تم إجراها في الثلثة الثالث من تقريبا الربع الثالث من شهر أيار بعد مضي شهرين كاملين على إجراء الحذر والتفاصيل تبعته وتم تطبيقها حقيقة على أكثر من 2200 أسرة تقريبا وبالتالي تبين عنا أنه هناك ما يقارب 2120 أسرة بالضبط وبالتالي تم الوصول إلى مجموعة من النتائج اللي جزء منها كان جديد وجزء منها كان متوقع حقيقة اللي هو توقف الأعمال بشكل كامل 40% 40% ولتوضيح هذا الرقم عشان نكون دقيقين سؤل المستجبين فيما إذا كان أحد أفراد أسرهم قد فقد عمله أم لا بشكل كامل كانت الإجابة 40% وهذا المقصود فيه ليس فقط الموظفين العاملين عند الغير ممكن يكونوا موظفين عاملين عند الغير ممكن يكونوا يعملون لحسابهم الخاص وممكن يكونوا بيشتغلوا بأعمال حرة ممكن عندهم مصالحهم الصغيرة اللي بيشتغلوا بإطارها وبالتالي هذا رقم كبير ولكنه كان متوقع لأنه خلال الشهر الماضيات كان هناك جمود شبه كامل للاقتصاد الوطني حكينا 40% توقف بشكل كامل 37% سيد أحمد توقف بشكل جزئي طب أين يذهب يعني هذول 40% هلأ وين راح يروحوا 40% حقيقة هو توقف خلال فترة الحذر ولكن متوقع جزء منهم يعود إلى سوق العمل وجزء منهم سيخرج من سوق العمل بحكم طبيعة حسب طبيعة القطاع الاقتصادي اللي هو بيشتغل فيه أيضا التوقف الجزئي أنه في بعض الأشخاص كان شغلهم 20% في بعض شغلهم 30% في بعض شغلهم كان يشتغل ساعتين 3 باليوم أونلاين إلى آخره الرقم المكمل اللي هو لم تتوقف نهائيا وغالبيتهم هذولا كانوا موظفين رسميين حكوميين لم تتأثر دخولهم ولم تتأثر رواسيبهم يعني أنا نحصر 23% في القطاع في العام نعم غالبيتهم الساحقة في القطاع العام طيب يعني بالذهاب إلى توزيع العاملين الذين فقدوا أعمالهم نلاحظ كما تبين الأرقام والدراسة التي أجرتوها أنه بشكل كامل نلاحظ 57% يعملون لصالح مؤسسات أو لحسابهم الخاص نعم بشكل كامل وبشكل جزئي 37% 40% يعملون لحسابهم الخاص و29% بشكل جزئي لحسابهم الخاص أيضا طيب دلالات هذه الأرقام هذا صحيح لتوضيح هذه الأرقام لعشان الإخوة المشاهدين يعني يدركوها بشكل واضح بتبسيطها رحنا ذهبنا بعمق أكثر في الأرقام من هو الذي تعطل تعطلت أعماله بشكل كامل من هو الذي تعطلت أعماله بشكل جزئي فتبين أنه أعلى نسبة هم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص اللي بيشتغلوا في الأعمال اللي كنا البعض بيسميها يومية البعض بيسميها عنده مصلحة صغيرة أعمال غير منظمة إلى آخرية 57% منهم تعطلت أعمالهم بشكل كامل سيد أحمد هذا الرقم يعني هذا رقم مخيف هذا رقم أكثر من مخيف حقيقة يعني 57% هذا رقم أكثر من مخيف أكثر من النس وأنا تقديري شوف لنكون دقيقين كمان أيضا جزء من هؤلاء عادوا إلى أعمالهم اللي بقصها بالحرف والمحلات وإلى آخره وجزء منه أو اللي كان يعمل بمؤسسات ومتوقف العمل وعادت ولكن أيضا جزء منهم كبير أعماله تعطلت بشكل كبير لأنه كما تعلم أنه الاقتصاد دخل في حالة انكماش والانكماش يعني أنه هناك العديد من مشاءات الأعمال الصغيرة والمتناهة الصغر والعديد من المؤسسات والشركات مختلفة عجامها ستتخلى وستقوم باستغناء عن العمل لديها وبالتالي جزء منهم سينتقل إلى صوف المتعطين للعمل وبالتالي سينضم إلى صوف البطالة والجزء الآخر سيعود للتحاق في سوق العمل هذه قطيست بعد شهرين من الأزمة لما نحكي عن 57% بشكل كامل طيب 57% هذول الأشخاص عليهم التزامات عليهم قروض لبنوك عليهم التزامات مع ناس شو يعملوا؟ كيف رح سيجدوا التزامات؟ هذا صحيح لذلك لذلك نحذر وحذرنا في الدراسة وحذرنا من خلال أعمال أخرى قام فيها مركز الفينيق بأن النتائج ستكون حقيقة أعمق والضرب اللي تلقاها اقتصادنا الوطني أعمق مما يتوقع بعض المسؤولين وبعض كبار المسؤولين أفصح بذلك والبعض الآخر لم يفصح بذلك ولكن أنا تقديري النتائج الدراجي بالمجمل أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني تعرض لضربة عميقة هذه الضربة العميقة سيكون نتائجها إن شاء الله نعمل جميعا أن نخفف من آثارها من خلال برامج الحمايات الاجتماعية اللي نأمل أن الحكومة تعيد النظر فيما تطبق الآن منها باتجاه أن نخفف من هذه الآثار ولنسرع في عودة هؤلاء إلى أعمالهم لأن هذا سيخفف يعني الآن المطلوب التسريع في العودة للعمل التسريع العودة للعمل والتسريع في تقديم حمايات لأنه جزء من هذه الأعمال لم يعد موجودا الحمايات الاجتماعية المقصودة فيها ليس فقط يأخذ معونات من الصندوق المعالوطني وضمان اجتماعي يعني إحنا بنحكي عن أرقام حكينا عن الدلالات يعني هل بنحكي بحسب الجنس ذكر أو أنثى يعني الذكور كان لهم في هذه الدراسة النسبة الأكبر من التوقف عن العمل وصلت إلى 42% توقف جزء 36% لم يتوقف كما ذكرت أنه ممكن يكون قطاع حكوم 22% الإناث 30% وأيضا أرقام برضو كبيرة يعني أرقام برضو أرقام مخيفة قبل ما نتحدث عن أرقام في يعني الصور الانطباعية في المجتمع أنه دائما النساء بدفعوا ثمن أعلى نحن نقول صحيح في المجتمع غالبا النساء بدفعوا ثمن أعلى باعتبارهم فئات هشة في سوق العمل ومستضعفة عندهم التزامات أسرية أخرى إضافة إلى التزاماتهم في العمل ولكن عندما سأل لما فكفكنا في التحليل فكفك النتائج أكثر وجدنا أنه اللي توقفوا أعمالهم بشكل كامل كان الذكور أكثر وهذا مبرر لأنه إذا لاحظت أنت اللي بيشتغلوا لحسابهم الخاص هم غالبا حرفيين والحرفيين غالبيتهم ذكور بالإضافة إلى ذلك أنه غالبيت النساء العاملات أو جزء كبير من النساء العاملاتهم في القطاع العام وبالتالي هم لم يتأثروا بشكل كبير وفيما يتعلق بالتوقف الجزء ولم يتوقف نهائيا لاحظنا أنه النساء لم يتوقفوا نهائيا كانوا أقل من الرجال أيضا صحيح يعني النسبة كانت تسعى وبالتالي في هذا الجانب حقيقة الأثر كان على النساء أقل من الرجال يعني أقل ضررا وهذا أمر إيجابي هذا أمر إيجابي طيب يعني الآن دعنا نذهب للإجراءات المتخذة بحق العامل خلال الأزمة من فصل مؤقت وفصل جزئي كما نلاحظ يعني بنحكي نحن عن فصل دائم 8% تقريبا فصل مؤقت 5% إجبار على إجازة بدرات 3.7% وإجبار على إجازة أو إجازة سنوية 1% طبعا هذه المؤشرات سيد أحمد راح تخذنا إلى يعني مؤشرات راح تخذنا على الربع الثاني من هذا العام الارتفاع مذهل راح يكون في نسب البطالة حقيقة هذه من المؤشرات الخطيرة نحن نحن نتحدث خلال شهرين 8% من العاملين 7-19% فقدوا أعمالهم بشكل كامل ونهائي أنا تقديري هذولا تلقائيا ننضموا إلى صفوف المتعطين العمل عندما نتحدث عن فصل مؤقت فصل مؤقت جزء منهم سينضموا إلى 8% يعني فصل مؤقت ممكن ما يرجع غالبا 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 ما يرجع غالبا ما يرجع غالبا ما يرجع خاصا بعد البلاغ الذي صدر على الرأس الوصول يعني غالبا النسبة هاي راح تنخطهن نعم لأنه صار تسهيل في استخدام المدى 28 من قانون العمل اللي فيها العديد من الحالات من خلال بتهم عمليات الفصل بدون إشعار وتفاصيله ولكن أنا تقديري هذه النسب غالبا في هذا الوقت ارتفعت وسترتفع قريبا يعني كيف تقرأ بلاغ رئيس الوزراء اليوم في قانون الدفاع يعني قراءته من أكثر من جانب يعني في جانب سوق العمل أنا تقديري هو يسر على أصحاب الأعمال يسر على أصحاب الأعمال للاستغناء عن العاملين يسر عليهم أكثر في أنه يخصموا من رواتب العاملين لديهم والإشيء مفاجئ 30% وليس فقط 30% 30% و50% و60% 30% جميع العاملين في الأردن في القطاع الخاص معرضين لأن يخصم من رواتبهم 30% وإذا نظرنا حوالينا بنلاحظ أنه في كثير من اللي بنعرف حتى في مؤسسات كبرى تم خصم 30% من رواتبهم يعني 60% شو كيف تقرأيش 60% من المؤسسات الأكثر تضرران وأنا تقديري هنا الحكومة أخطأت في خياراتها الاقتصادية من بداية الأزمة إنها ذهبت باتجاه إخلاء مسؤوليتها في تحمل المسؤوليات المالية لدعم القطاعات ومنشآت الأعمال في القطاع الخاص المتضررة وفق تضررها من خلال دعم رواتب العاملين فيها لذلك دفعت باتجاه أن يبقى العاملين وأصحاب العمل بمواجهة بعضهم البعض ولأن علاقات العمل علاقات قوة اجتماعية وديناميات داخلية القوة فيها هو النافذ هو اللي رأيه بمشي واللي بمشي هو صاحب العمل قرار وبالتالي شفنا هاي الأرقام قديم هاي النسب يعني مدى تأثير الدخل الشهري يعني كانت قبل بلاغ الدفاع اللي صار اليوم توقعات أن تزيد الآن بالضبط يعني إحنا بنحكي عن الدخل الشهري للعاملين يعني 50% 10% تم الخصم 50% عليهم 20% 30% تم الخصم عليهم اللي بخوف أخي حمدان أنه 50% كان مشروطة بموافقة الحكومة المسبقة الآن لم تعد مشروطة على ما في شرط على خصم مباشرة قصة 30% بالإرادة الحرة للعامل أنا لما أسمع كلمة الإرادة الحرة للعامل في سوق العمل الأردني بصير من جوه أضحك أنه يعني أي إرادة حرة للعامل في سوق عمل موازين القوى فيه مختلة فيه غياب مطلق للنقابات وبالغالي بالعامل ما راح يرضى يعني أنه يخصم من دخله أي شيء لا واللي بنخصم اللي برفض بروح هي هي بطريقة أخرى طبعا 20% هون لم تتأثر غالبا قطاع الحكومي نحكي هون عن قطاع الحكومي طب يعني بالذهاب الآن أيضا إلى تغطية المشاركين بالدراسة بالحماية الاجتماعية نتحدث يعني هون رقم بصراحة رقم خطير 79% لم يستفيدوا من برامج الضمان بالأزمة يعني شو دلالة هذا الرقم؟ يبدو غير المطلين على تفاصيل منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تفاجأوا بهذا الرقم هذا لم يكن مفاجئا للمتابعين لأنه أصلا منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن اللي عمودها الفقر الضمان الاجتماعي حقيقة هي يعني تحتوي على العديد من الفجوات أهمها أنه نص القوى العاملة تقريبا في الأردن غير مسجلين بالضمان الاجتماعي أو بس أستاذ أحمد الأرقام يعني 79% 34% يعني 100% صرنا لا هي مين مغطة؟ لا هم غير ليس هكذا يعني مجموحهم مش لازم يكون 100% طيب يعني هل بالمجمل مجمل العاملين مجمل العاملين اللي شملتهم الدراسة 34% منهم غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية لا في حماية الاجتماعية وعندنا 95% من العينة اللي تم دراستها أردنيين وبالتالي هذا يبيل لك قديش فيه عندنا أردنيين خارج منظومة الحماية الاجتماعية وهذا اللي يجب أن يستهدفوا بحيث يكونوا خلال سنتين ثلاثة أقصى حد خمسة يصيروا هدولا 0% الجانب الآخر اسمح لي بس هدولا الأشخاص 79% اللي هو أربع أخباس عينت الدراسة أجابوا أنه منظومة الحمايات تضامن ون تضامن واحد تضامن اثنين ومساند 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 لم يستفيدوا منها لأنه حقيقة لم تنطبق عليهم الشروط الشروط كانت كثير فيها تعقيدات هذا رقم كبير ورقم يجب أن ننظر إلى فعالية برامج الحماية الاجتماعية يعني هذا الرقم يعطينا دلالة على الفعالية نعم نحن بدنا ننتقل هلأ عن مصادر انفاق الأسر خلال الأزمة كيف كانت طبعا نحن نرى أن المصادر الانفاق يعني الاقتراض نسبة 39% الاقتراض من الأقارب والأصدقاء 39% 25% استخدام مدخرات يعني فيه ناس تلجأ لمدخرات كانت تحوشها 20% مساعدات وتبرعات من الأقارب والأصدقاء مش إقراض مساعدات الرواتب لعدم توقفها 36% ومن مصادر أخرى بنسبة 9% يعني خلينا نقطة الله الاقتراض من الأقارب والأصدقاء دعني أوضح أمر بس لما طلح هذا السؤال على المستجيبين كان أمام المستجيب أكثر من خيار يمكن أن يجاوب على كل الخيارات يمكن يجاوب على خيار واحد وبالتالي إذا بتلاحظ المجموع الكلي ليس بالضرورة أو يجب أن لا يكون مئة بالمئة يعني ممكن أنا اقتردت من أسرتي واستخدت مدخراتي في نفس الوقت ورات بما ما انتقص بشيء وبالتالي فلنأخذ كل سبب من هذه الأسباب أو كل مورد من هذه الموارد لوحده عندك 39% حقيقة اضطروا للإقتراض والنسبة الأكبر وحقيقة هذا بأشر لك عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية اللي واجهتها الأسرة الأردنية لما يكون عندك أنت 36% هذولا ما تأثرت رواتبها أيضا هذا ما أشرت فيه مهم نستفيد منه هذول الموظفين حكوميين وإضافة إلى العامل في القطاع الخاصة التي لم تتوقع رواتبها يعني هاي الأرقام راح تخدنا لنقطة أخرى اللي هي مستويات الدخل والإنفاق المتوقعة للأسر الأردنية حتى نهاية العام الحالي كما نلاحظ يعني إحنا هون بدنا نركز شوي على التراجع من لاحظ 81% منهم دخلهم الدخل من يحكي 8% قل الإنفاق عندهم قل 64.7% هو اسمح لي سيد حمد هذا بتحدث عن توقعات التوقعات نحن نقطع عن توقعات أكيد فيما تبقى من عام 2020 عندما سئلوا أنه شو تتوقع دخلك فيما تبقى من أشهر لهذا العام 81% قالوا سيتراجع الدخل وهذا مؤشر على قديش في حقيقة تشاؤم باتجاه ما تبقى من هذا العام قديش فيه إحساس بأنه لم يقدم لهم الحمايات الاجتماعية اللازمة وأنه منظومة الحمايات الاجتماعية في الأردن غير مؤهلة وغير فعالة تقدم له هذه الحمايات وإذا دخلنا على موضوع الإنفاق عندما سئلوا إنفاقك سيزيد في هذا شو بدي يصير في إنفاقك فيما تبقى طالما أنه دخلك سيتراجع صار الحكي أنه إنفاقنا أيضا سيتراجع بنسبة 65% أستاذ أحمد يعني هناك بعجالة هناك مشككين في هذه الدراسات بعجالة يعني دائما وأبعا الدراسات المسحية ومختلف أنواع الدراسات واستطلاعات الرأي يتم التشكيك فيها من قبل الأشخاص الذين لا يرغبون برؤية نتائجها وليس بجزء أنوا مقتنعين بس هم مش حابين تظهر هذه النتائج كل الدراسات المسحية اللي بتتم في العالم بتتم وفق عينات يتم اختيارها باعتناء ويتم توزيحها على أكبر قدر ممكن من الأشخاص في إطار نظم عينا معاينة عشوائية علمية صحيحة وإحنا بنعتقد هذه الدراسة يعني مركز الفينيق من 17 عام سنوياً يجري دراسات من هذا النوع وبالتالي إحنا على ثقة كتامة وفق ما ذكر في المنهجية بأنه بنسبة 95% إحنا بنثق بهذه النتائج ونسبة الوقوع في الخطأ فيها لا تتزيد عن 3% السيد أحمد عوض رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية شكراً جزيلاً لك شكراً لك يعطيك العافية شكراً لك وإلى خبر آخر رفعت الحكومة اليوم بيع المحروقات لشهر حزيران بنسبة تتراوح بين 3.7% إلى 9% مع تثبيت سعر استوانة الغاز عند 7 دنانير وبند أسعار الوقود عند صفر ومجب التصعير التي سيبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة تم رفع لتر البنزين بواقع 5 قروش أيما نسبته 9% ليصبح 600 فلس أما لتر البنزين 95 فقد تم رفعه بواقع 5 قروش ونصف القرش بما نسبته 7% ليصبح 820 فلس أما سعر لتر مادتي الكاز والسولار فقد تم رفعه بواقع قرش ونصف أي بنسبة 3.7% ليصبح 410 فلسات لكل لتر